حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيدي بن السباقي عن أبيه عن سهلي بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يشزئك منه الوضوء فقلت كيف بما يصيب ثوبي فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب حثنا سفيان بن عيينت قال حدثنا الأعمش عن أبي وإل إن قال قال سهل بن حنيف تهموا رأيكم فلقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمره لرددناه والله ما وضعنا سيوفنا عن عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفضعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا هذا الأمر ما سددنا خصما إلا إن فتاح لنا خصم آخر أدثنا يعلى بن عبيد عن عبد العزيز بن سياه عن حبيبي بن أبي ثابت قال أتيت أبا وإل إن في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان ففيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتالهم قالا كنا بصفي ناف لما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن العاصل معاوية أرسل إلى علي بمصحف وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك فجاء به رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعونا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون فقال علي نعم أنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله قال فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم فقالوا فقالوا يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على تل ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم فتكلم سهل بن حنيف فقالا يا أيها الناس اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على باطل أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم لهم في النار قال بل قال ففيما نعطي أدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقالا يا أبن الخطابي أني رسول الله ولن يضيعني أبدا قال فرجع وهو متغيظ متغيظ فلم يصبر حتى أتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بل قال ففيما نعطي أدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقالا يا أبن الخطابي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا قال فنزلت سورة الفتح قال فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأها إياه قال يا رسول الله وفتح هو قال نعم حثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا العوام قال حدثني أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمر وعن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلية قومين قبل المشرق محلقة رؤوسهم وسئلا عن المدينة فقال حرام آمن حرام آمن حثنا أبو النظر قال حدثنا حزام بن إسحاق الشيباني عن يسير بن عمر قال دخلت على سهل بن حنيف فقلت حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرورية قال لا أحدثك ما سمعت لا أزيدك عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قوما يخرجون من هاهنا وأشار بيده نحو العراق يقرؤون القرآن ليجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية قلت هل ذكر لهم علامة قال هذا ما سمعت لا أزيدك عليه قال حدثنا يونس بن محمد وعفان قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيمين قال حدثتني جدتي الرباب وقال يونس في حديثه قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسيل فدخلت فاختست منه فخرجت محموما فنومي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر أبا ثابت يتعوذ قلت يا سيدي ورق صالحة قال لرقية إلا في نفس أو حمت أو لدغة قال عفان النظرة وللدغة والحمة حسن إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن أبي النظر عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجدنا عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا فنازع نمطا تحته فقال له سهل بن حنيف لما تنتزيعه قال لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي حسن حسين بن محمد قال حدثنا أبو إويس حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وسهر معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخزاري من الجحفة أغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم الجد فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جد مخبأة فلوبت سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لا كاف سهل والله ما يرفع رأسه وما يفيق قال هل تتهمون فيه من أحد قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه هل لا هل إذا رأيت ما يعجبك بركت ثم قال له أغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفي القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس حسن إسحاق بن عيسى حدثني مجمع بن يعقوب الأنصاري بقباء قال حدثني محمد بن الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمرة حدثنا قوتيبة بن سعيد قال حدثنا مجمع بن يعقوب الأنصاري عن محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف فذكر مثله قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم حدثنا محمد بن سليمان الكرماني فذكر معناه قال حدثنا روح وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبد الكريم بن أبي المخارقي أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره وقال عبد الرزاق من عبد القيس أن محمد بن قيس أخبره أن سهل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قال أنت رسولي إلى أهل مكة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث لا تحرفوا بغير الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبيروها ولا تستنجوا بعظمين ولا ببعرة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذى الله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعانى مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثنا نيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعانى مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله